السلام عليكم جميعا اليوم عنا درس عن نوع من أنواع التحليل داخل برامج الارجي اس يختلف عن باقي التحليلات التي تم شرحهم سابقا مثل التوبولوجي وتحليل الشبكات سواء الهندسية جيومترك أو النيتورك كلها تحليلات مكانية لكن هذا النوع من أنواع التحليل داخل برامج الارجي اس اللي هو اسمه العلاقة الريليشنشيب يتم فيه رابط جداول البيانات مع الطبقات وعليكم مقال نظري رابط المقال في وصف الفيديو موجود خلينا نبدأ الشرح النظري ثم ننتقل الى برنامج الارجي اس تحليل العلاقة ريليشنشيب يعتبر نوع آخر من أنواع التحليل الموجود داخل برامج الارجي اس ليش لأنه يعتمد على إنشاء علاقات وصفية يعني بين جداول البيانات تابل والطبقات كافة أنواعها سواء كانت بلدجون أو خط أو نقطة تحليل العلاقة قريب من عمل الأمر ريليت الارتباط عند استخدام الأداة الاستعلام الادنتفاي في هذا الدرس ستم عمل علاقة بشكل بسيط حيث سيتم عمل رابط جدول اكسل وتحويله الى جدول داخل الارجي اس ليتم إنشاء علاقة وصفية بين الجداول بين الجدول التيبل والطبقة النقطية ستتم هذه العلاقة بشكل مباشر ثم بعدها يتم عمل تحديث على البيانات سواء تعديل على جدول البيانات أو رسم نقطة مثلا قبل الشرح هناك مفاهيم علينا فهمها أولا ثم ننتقل إلى الشرح العملي كما ذكرنا في بداية هذا الفيديو تحليل العلاقة relationship يقوم من خلال رابط المعلومات حول أنواع مختلفة من بيانات المكانية أو الوصفية أو الاثنين معا وهذا الربط يتم بين الطبقات والجداول داخل قاعدة البيانات بمعنى أنه لا يمكن إنشاءه على ملفات ship file على سبيل المثال يمكن رابط قطعة أرض واحدة مع مالك أو أكثر من مالك وتوفر برامج الارجي اسل عديد من الطرق لربط الظواهر الجغرافية المعالم الطبقات والبيانات بعدها البعض داخل قاعدة البيانات الجغرافية قبل إنشاء العلاقة الوصفية الأفضل أن نكون العلاقة المكانية بين الظواهر الجغرافية قوية كيف نتم هذه العلاقة؟ من خلال إنشاء توبولوجي أو الشبكات الهندسية كافة لدينا مثال آخر عن تحليل العلاقة مثلا يمكن إنشاء علاقة بين بناء موجود في قطعة أرض وعند الحديث عن البيانات الوصفية أيضا يمكن ربط الرمز البريدي أو الكود الحي السكني بقطعة الأرض طبعا في عنا ثلاث أنواع من العلاقات بين الظواهر الجغرافية وبيانات نظم المعلومات الجغرافية تحديدا داخل برامج الارجي اس في عنا علاقة واحد لواحد علاقة واحد لمتعدد ومتعدد لمتعدد باختصار واحد لواحد يعني مثلا المريض فيه له سجل خاص فيه وهذا السجل بس فقط مربوط في هذا المريض يعني ما بصير يكون سجل مريض هو نفسه لمريض آخر كل مريض له سجل واحد أما علاقة واحد لمتعدد لكل مدرسة طلاب ولكل طالب مدرسة فمنلاحظ أن المدرسة واحد والطلاب متعدد أما علاقة متعدد لمتعدد يمكن أن يملك مجموعة من الأشخاص مجموعة قطع أراضي وهناك أكثر من قطع أراضي بملكها أكثر من شخص طبعا عشان نكون بإنشاء هذا النوع من التحليل في عنا واجهات بتظهر لنا عند الإنشاء الأفضل أنه يتم قرائتها وفهمها قبل البدء في الشرح العملي ننتقل إلى الارك ماب في عنا مجموعة نقاط وفي عنا جدول اكسل في عنا المحافظة الاسم رقم الهاتف العمر الحالة الاجتماعية طبعا الحقل الخاص في المحافظة من 101 إلى 111 هو نفسه موجود في الطبقة النقطية لذلك أهم إشي في العلاقة عشان يتم الرابط بين الطبقتين أو أكثر أو بين جداول جدول اكسل أو تابل لازم يكون عنا حقل مشترك عنا الحقل الاسمه ID هو نفسه موجود في اسم المحافظة نقوم بإنشاء تحليل العلاقة relationship من خلال قاعدة البيانات الجغرافية نعمل رأي تكليك عليها بعدها نيو نضغط على relationship أو مثلا من خلال ال data set نقدر نعمل نيو و relationship هذا أول واجهة ومبدخال اسم العلاقة نعملها test في نوع ونوجد طبقة الأصل وهي جدول او طبقة او ضواهر جغرافية بعالب وفي نوع الثاني اللي هو الواجهة أو التابع يعني بده يكون التابع للأصل لنا الأصل له طبقة لوقتية طبقة التابع اللي هي جدول الأكسل طبعا جدول الاكسل انا لازم بالاول اقوم بتحويل جدول الاكسل لتابل نعمل الكنسل نروح على الارك تول بوكس على ادوات التحويل في عنا الاكسل في عنا اكسل تو تابل نختار جدول الاكسل تمام مكان الحفظ نسمي هذا الجدول نقوم بتحويل هذا الجدول الاكسل او ملف الاكسل حولناه لتابل داخل بيئة برامج الار جي اس اذا نقوم بانشاء العلاقة او تحليل العلاقة نعمة راي تكليك على ال data set new relationship اسم هاي العلاقة بعدها بنختار طبقة الاصل اللي هي النقط بعدها بنختار الار اي اللي هو ال table بعدها بنعمل next طبعا راح تكون هاي العلاقة راح ننتجها راح تكون بسيطة نختار الخيار الاول اما الخيار الثاني اللي هي العلاقات المركبة بشكل معقد اكثر ممكن يكون مثلا عندنا دولة بتتكون من محافظات المحافظة بتتكون من تجمعات سكنية بلدات يعني والبلدات كل بلد تتكون من احواد والاحواد تتكون من احياة والاحياة تتكون من قطع هاي يعني تعتبر علاقة معقدة او مركبة فاحنا راح نتم عمل علاقة بسيطة نختار الخيار الاول هاي الواجهة الافضل نخليها بشكلها الافتراضي نروح على next بعدها بنختار نوع العلاقة طبعا احنا العلاقة لنعملها واحد لمتعدد بنعمل next طبعا هون هاي الواجهة خاصة في انتشاء الجداول البيانات احنا ما بنا نعمل جداول نعمل no نختار next نختار الحقول المشتركة في عنا ال id وعنا الحقل الثاني المشابه الى او المشترك وهو المحافظة ونعمل next عنا هاي واجهة الملخص بما تم انشاؤه في هاي العلاقة نعمل finish في عنا ظهر عنا طبقة بهذا الشكل هي بتعبر عن العلاقة تم انشاؤها بنقدر نعمل نضبط الاعدادات نعمل cancel طبعا لو نفتحنا ال attribute طبعا ال point ما في اش جديد وعلى ال attribute الخاص بال table ايضا نفس الاشي ما في اش جديد لكن وين احنا بنقدر نشاهد هاي العلاقة على الاداة اسمها ال identify بمعنى لو ضغطنا على هاي الاداة identify رحنا مثلا على هاي النقطة ظهر عنا اشارة الزائد تحتيها في عنا اسم الجدول اللي هو ال re في عنا ثلاث اسماء يعني مثلا هاي النقطة بتعبر عن شركة معينة والجدول اللي عندنا باسم باسم الموظفين الموجودين في هاي الشركة مثلا على سبيل المثال فمثلا هذا المكان اللي موجود عندنا هون نلاحظ انه موجود فيه مثلا شخصين هذا الشكل البسيط الخاص في تحليل relationship الانشاء العلاقة يعني ايضا قبل نهاية هذا الفيديو نقدر احنا نعمل update للdata الموجودة عندنا بمعنى مثلا عندنا هذا الجدول نعمل open بعدها نعمل start start edit مثلا مثلا احنا قمنا باضافة اسم جديد او شخص جديد في مكان معين طبعا المحافظة الكود تبعها مثلا 108 108 الاسم نسمي اسم جديد وفي الانجليزي حرف q مثلا رقم الهاتف العمر 11 الحالة الاجتماعية أعزب لو رحنا على 108 النقطة الموجودة 108 هي اننا 108 هاي النقطة نعمل unselect لو عملنا identify استعلام عن هاي النقطة نعمل بهاي الطريقة منلاحظ عنا الشخص الدفناء جديد اسمه حرف q في تحليل العلاقة منلاحظ انه في سهولة في تحديث البيانات طبعا طبعا زي ما احنا ربطنا جدول في طبقة نقطية منقدر احنا نربط طبقة مثلا مضلع طبقة خطية او خط بنقطة او مثلا جدول excel في بوليغون يعني احنا منقدر ننشئ هذا التحليل على كل انواع الطبقات والبيانات داخل قاعدة البيانات الجغرافية هيك احنا وصلنا لنهاية الدرس واتمنى من الجميع انه يكون اخذ فكرة عن كيفية انشاء تحليل العلاقة relationship داخل بيئة برامج RGS والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة